اماكن التعليم يجب ان تكون ملاذا امنا للاطفال والطلبة والعاملين في التعليم لكن المناطق المشتعلة بالحروب حرمت الاطفال من حقهم الاساسي في التعليم وبينما تحتفي دول العالم باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات تشن ميليشيات الحوثي حملة مسعورة ضد العملية التعليمية بكافة اضلاعها المنشأة والمعلم والطالب والرسالة التعليمية فخلال سنوات الحرب قصفت الميليشيا المدعومة من ايران عددا من المرافق التعليمية قصفا مباشرا وفخختها بالالغام والعبوات الناسفة كما حولت بعض المدارس الى متارس بالتوازي مع ذلك حرمت المعلمين من مرتباتهم ناهيك عن تحريف المناهج التعليمية بمئات التعديلات والافكار المتطرفة وتؤدي الهجمات على التعليم الى تداعيات جسدية ونفسية خطيرة وطويلة الامد على الطلاب والمعلمين ومنها تعليق التدريس والتعلم كما فعل ذلك نادي المعلمين اثناء مطالبته بصرف المرتبات المتأخرة بالاضافة الى تسرب ملايين الطلاب والحيلولة دون الحصول على حقهم في التعليم الجيد التقرير السنوي للامين العام للامم المتحدة بشأن الاطفال والصراعات المسلحة لعام 2023 قدم رواية مروعة للعنف الذي يتعرض له الاطفال في مناطق الصراع موثق نوقع 32990 انتهاكا خطيرا ضد 22557 طفلا وابرز تلك الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية المحتلة الانروا اكدت ان العدوان الاسرائيلي حرم اكثر من 630 الف طالب وطالبا من حقهم في التعليم منذ السابع من اكتوبر الماضي يضاف اليهم اكثر من 58 الفا يفترض ان يلتحقوا بالصف الاول في العام الدراسي الجديد فضلا عن 39 الفا ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة مراقبون يؤكدون ان استهداف العملية التعليمية اما بافكار ومفاهيم متطرفة كما تفعل ميليشيات الحوثي يمثل بذورا لحروب المستقبل ولا يقل خطورة عن الاستهداف المباشر للمدارس فكلاهما قصف للمعنى السامي للتعليم والمبنى المحصن بالمواثيق والاعراف الدولية ويظل الاهتمام بعملية التعليم مؤشرا على رقي وتحضر المجتمعات من عدمه